معالي المواطن معالي يا اسامة مرحبا بيك. مرحبا ري مرحبا من جديد مرحبا سيدة بالمستمعين متاعنا. اليوم مش نحكيه على مهام وزير النقل اه ومهام وزارة النقل اللي اه الحقيقة عندها مهام كبيرة برشة من اهم اه الوزارات في في تونس اللي اللي الحقيقة متعلقة اه اليوم بالمواطن سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة اه مش نسمع اه قبل ما نحكيه على المهام مش نحكيه زيادة شوية تاريخ خطر تونس رائدة في في النقل في السكاك الحديدية اللي عندها تاريخ طويل برشة مش نحكيه زيادة على شوية او اه نقاط بالنسبة الاشكاليات اللي موجودة في بلادنا. شوية. اه شوية الحقيقة من عربي. انت تحكي اتحكي على قطاعنا في بلي كل ومشاكل. كل ومشاكل هو المحل. شوف ضيور المهام دعوزارة تقوم باهم نزارة ولا لا يفعلينه? هذا هو هذا هو التساؤل لانه اليوم تم انجاز وتفعيل هذه المهام وإلا لا نسمعوا الميكرو تروتوار. ونرجو. ونرجو. كان جيتو زير نقل قول قرار الساعة جرد وسطول النقش. نطلب هذا كل مدين. وعلى اسر جرد ذاك ناخد القرارات اللي باشا طب. كان جيتو زير النقل. اكثر قرار بالنسبة الينا ناخده هو اني نظم التكسيسية والنقل الجماعي. خطر بسرح من باشا تسيب وخاص قاعدة تتعطاء ما غير حتى كنترول. والنقل الجماعي زادة كيف كيف. حالة انفرنا الف الشارع. ناكن جيت بزيرة نقل اكيد معناها اول حاجة باش نزيد في الاسطول حتى الكيران والمترويد المتوفرين خاصة في العاصمة معناها ما لا بيوش حتى خمسة بالمية من المواطنين الموجودين معاناة حتى متروي تحبان ولا كارب تحبان ما يتمش معناها تعويضها ونقعدهم ضيشين بخلف تكسي جماعي ذاكى موضوع واحده لهذا معاناة كيف يخدم كما يحب هو على زيراس والحقيقة معاناة معاناة كبيرة على الأخرى في الترانسفور وخاصة في العاصمة. لو كنت مكان وزير النقل اول حاجة نعملها اني ما نكونش سوري لكن نكون فعلي نكون وزير حقيقي وليس وزير الشعبوي خط النقل للجهة غيرها التوالي قاعدين في الجهة يتعظبوا بشمشيوا في الترانسفور والتواجهة مطار واحنا تولدت البلد متاعنا تغرب المطار نوفر ترانسفور تلهاي بالولايات وفلهم ترانسفور كصغيرة وننتلهاي زادها مشكلة بالصغيرات بالعمل الفلاحية حتى تلهاي يرجعوا يخدموا ويشتايا والكل نوقف المونوبولة ذاية متاع انه نعمل الفلاحية تلعوا في السيزي ولا اليهوو ونتوفي ونوضح الخطورة متاع الحياة ذاية. انا كنجيتش بلاست وزير النقل اول حاجة انه نحاول على قدر الامكان انه تتوفر لنا المواصلات على الاقل كل ساعة اه ترانات متروات متتوفر للناس انه على القليلة اللي فاتوا ترانب تاع وقت معين نجم فاسيلمون يعرف انه في الوقت الفلاني بشي جي تران اخر اللي تسينا اهم حاجة حماية المسافرين في المواصلات مثلا حاكم سيفي ليكون موجود فما عباد تاخد تران والا المترو في وقت ماخرد كأموها يكون فما سيكوريتين معطها يكون مش تاميرا بارتة تحط موجودة صوف ساعة تخدم ولا ليه. دونك الحماية اهم حاجة. انا نتفصل شوية للجهات ذاك اهم حاجة لفخاص خوكتور والحاجات اللي كمينا كاكا. دونك كنا نسمع في رأي بعض المواطنين اللي الحقيقة هو رأي مشترك مع تمبين المواطنين اللي معطها يطلعوا في الترانسبور كل يوم اه ويعرفوا معطها اه ويطلعوا ويشوفوا معطها اه المعاناة الكبيرة بالنسبة لي وسائل النقل المواطن اليوم. هو دون فميش واحد معاش هيش. ايه. ما فميش. حتى اللي من بعد كل مش تحكي على وسائل النقل تحكي على كما كانوا يحكيوا على مخاص تركتور البنية التحتية على مشكل في الوقت على كل شيء ما انت تقريبا اه. هدو ما من النقاط دونك الاسطول متاع النقل اه دونك المعاناة في الميترويت والكيران. علش ما يتمش التعويض اه متاحهم. اه وفر الترانسبور كما قالوا في في الجهات العميلة الفلاحيات. حماية وسائل النقل سوى اسباح بكري وإلا في الليل. دونك اذو ما بين اهم النقاط اللي حكيوا عليها المستمعين في الميكرو تروتوار. احنا نحكي بتوه على المهام بالنسبة لوزارة النقل اللي هو مباشرة مهام الوزير للنقل من مشمولات والحقيقة هو عديد المهام عديد النقاط. الحقيقة اه ريم اهمها اللي بشي ركزوا عليها اللي هو مثلا تركيز وصيانة وتطوير منظومة نقل شاملة مندمجة ومتكاملة تساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية تضمن الاستجابة الى حاجية الاشخاص للنقل في احسن الظروف الممكنة خاصة من حيث السلامة والامان والكلفة والجودة وحماية المحيط. دونك اذو ما اهم النقاط لازم تكون موجودة في وسائل النقل. هذو مهما. دونك اللي ما فيهم دونما نسطر عليهم بالخط آآ الأحمر. اسكم متوفرين وإلا لا. لأداء كل هذي المهام المنصوصة عليها اللي كنا نحكيوا عليه. آآ دونك لهنا وزارة النقل آآ تضبط السياسة العامة والبرامج والمخطات والبرامج في مجال النقل ومتابعتها وتنفيذها. من مشمولاتها زادة اعداد وتنفيذ سياسة الدولة في مجالات اختصاصها. اقتراح الاهداف النوعية والكمية وبرامج الاستثمار المزمع انجازها. ابداء الرأي آآ مثلا في آآ امثل التوجيهية للتاهية الترابية. آآ مثال التاهية العمرانية. آآ برامج التنمية الجهوية. مشاريع البنية الاساسية المتعلقة بمجالات اختصاصها بعين الاعتبار ضمن مخطات النقل. نمشي بتقوى اللي آآ مهام اخرى اللي هي القيام بالبحوث ودراسات الاستشرافية القطاعية تعصير منظومة النقل واعداد المخطات التوجيهية للنقل بالتنسيخ مع الاطراف المعنية والسهارة على تنفيذها. اعداد البرامج المخطات المتعلقة بسلامة النقل وجودة الخدمات والسهارة على تنفيذها. تكثيف استعمال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة آآ للمعلومات والاتصال بمختلف المجالات الراجعة لهذا النظر لتأمين الاستغلال الامثلي وسائل والبنية الاساسية للنقل. القيام بتسليم الوثائق المتعلقة بسير معدات السكاك الحديدية. تأمين مراقبتها الفنية طبقا للتشريع والترتيب الجاري بهالعمل. وزير النقل زيادة مكلة بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرأد الرسمي لجمهورية التنصية المساهمة زيادة في اعداد وتنفيذ برامج التحكم في الطاقة واستخدام الطاقات البديلة وحماية البيئة بالتعاون مع وزارات المعنية والهياكل المعنية بالامر هذا والاشراف على الانشطة المتعلقة بالارصاد الجوية ورصد الزلازل وعلم الفلك والمساهمة في وضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية بالتنصيغ مع الوزارات بالتباعة والهياكل المعنية. المؤسسات اللي تحت اشراف وزارة النقل هو النقل بري البحري والجوي. هدوما بعض المهام ريم خلاجع شوية للتاريخ. مهم نحكيه على التاريخ خاطر تونس لحقيقة رأدة في التاريخ في النقل. كان نحكيه مثلا على تاريخ 11 اكتوبر 1872 هو تدشين الخط الحديدي تونس حلق الوات. 13 سبتمبر 1873 تدشين الخط الحديدي تونس باردو. 30 نوفمبر 1874 تدشين الخط الحديدي حلق الوادي المرسى. عام 1885 بعث الشركة الخفية الاسم التراموي بخمسة خطوط ربطة باب جديد باب حر القصبة باب السويقة باب الخضرة وشارع حبيب بورجيبة. عام 1886 في اكتوبر اه 24 اكتوبر تم استغلال ثلاثة خطوط طربة مسلخ البلفي دار تونس البحرية وباب سويقة. عام 1900 تم احداث الخط الحديدي باب سعدون منوبة. اه احداث الخط الحديدي تونس جبال الجلود في عشرة اكتوبر 1913. هذه بالنسبة للسكاك الحديدية اللي كانت تونس من اوائل الدول اللي ربطت الخطوط هذه. وشمشيوا للكيران. اول استغلال الحافلة في تونس كان في 17 اكتوبر 1930. اللي ربطت وقتها نهج روما فرانس فيل. والثاني ربطت ساحة المحطة بمون فلوري. هذي عام 1930. بعد الفترة هذي شاهدت تونس تحولات في الخطوط بالنسبة للكيران. بديت بتونس العاصمة تكبر شوية بشوية في السنوات هذي سنوات الثلاثينات سوى بالسيارات الخاصة. لنوصلنا لفترة بديت تغهر شوية الحافلات من السركة اللي الضيخ في وسط العاصمة الى الاحواز امتاحها. نهار تسعة قوت 1948. بدأ استغلال خط بيب بحر العمران. ثم خط حفلة تونس لكانيا نهار خمسة وعشرين اكتوبر الف وتسعمائة وخمسين. ثم صار التواريخ اخرى وتوسع عليه الخطوط هذي اللي وصلنا من خلال نهاية عصر التراموي في تونس سنة الف وتسعمائة وستين. بداية عصر جديد في النقل في تونس. بداية بسيارات النقل وبداية زادة في التفكير في انشاء مشروع للمترو الخفيف في تونس العاصمة. نهار تلتاش اكتوبر الف تسعمائة وخمسة وثمانين. كان يوم كبير ريم في في تونس بما انه تاريخ استغلال خط رقم واحد. اللي نعرفوه اللي هو يربط بن عروس بتونس العاصمة بعد نفهم استغلال مترو الديو اللي يربط تونس العاصمة باريانة ثم بقية الخطوط اللي نعرفوها بتاع ابن خلدون باردو الدندان والعربات الخضراء الذية اللي ما زيت لليوم موجودة اللي هو آآ صناعة المانية بالتحديد من مدينة دوسلدورف. دونك اليوم نحكيه على الميتروات اللي نشوفو فيهم طوى على السكة آآ اليوم ما بقعوش منهم برشة. بداية من عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين. هم كانوا كانوا مطابقين اكثر للأوضاع الجوية في تونس والثقافة التونسية. اللي خاطر شفنا من بعد اللي هو نحنا عنا شوية خلط حطر نحكيه على ديتراموي غيالما خاطر اللي ما تخون نحكيه على ما تحت الارض معنا نحنا ما عناش المنظومة هذيك بالكل لأسف الشديد. اما اللي قاعد يجي الأسطول اللي يجي ونعرفو آآ فما معدها كزو سواء بالنسبة للليبوس الحافلات وإلا بالنسبة للتراموي الزوز فيهم مشكلة لأنه آآ مرتبتين شوية بثقافة البرد في البلد وال هذي اديو كوم تلقى مثلا فماش شبابك ولا شبابك الكبار اللي مساسين نحلوه منسة نفس ما فماش الكليماتيزيازيون تلقاها مثلا ديزاكسيفة متخدمش فم مشاكل مشاكل منوع دي اللي عندها عندها علاقة المترويت في واقف فقط الفترة من الفترات كي تقف في الستاسيون فم الديستاسيون مرجوش يتحل فيها على خطر الا الستيشون البيب ما يتحلش اعلى من البيئ. معت تفهم مشاكل منوع هذا. هذي اللي صار عام الفين وسبعة تونس وقتها داشنة عربات المترو جدد اللي كما يعكيت عليهم ولي من خلاله تم ترشين خد تونس المروج في سنة تلفين وثمانية وتم زاد تغيير بعض المحطات نظرا للفرق في التصاميم بين المترو القديم وبين المترو الجديد وهي صناعة آآ فرنسية ذي بالنسبة المترو الخفيف في في تونس. اهم المشاكل واشكاليات في في تونس تركهم الديون اضطراب الرحالات نقص الكبير للعربية بسبب حالة التهرم الكبيرة سورتول العربية المترو والحافلات لانو وصنا خسارة براتيك مون احكيوا على اكثر من خمسين بالمئة اي نصف الاسطول في تونس بالنسبة الحافلات المستخدمة او عربية المترو بالرغم اللي تونس اختنات عدد من الحافلات سمعنا ما تفصينا وقت السابقة لدعم الاسطول هذا. ولو انه صار عليها سيدا كيف كيف حتى هذيك اصدت في مشكلة انه نحكيوا على حافلات مستعملة مثلا الحافلات الفرنسية الصفقة اللي صارت وتم الاعلان عليها وقتها وفما امتعاض كبير صار منها. عليش مرة اخرى نجيبوا حافلات مستعملة اه معت الفراي منتع الدول الاخرين بش من بعد مدن نلقا فما مشاكل معنا. بالارقام مية وستة وعشرين مترو. فما مية وستة وعشرين عربة مترو عام الفين وثمانية ما بين الفين وثمانية الفين وعشرة. وصلنا اليوم نحكيوا على ستة وعشرين مترو اكهو اغلبهم ينجموا. ستة وعشرين عربة. عربة. عربة ينجموا يقفوا على الخدمة في اي لحظة والاشكاليات الكبيرة اللي اه كنا ناس ما فاهمنا عند المواطنين واي اه مواطن اه يطلع في في الميترو يعرف اللي ما فاهماش نحكيوا على شبابك مكسرة. ببين المكسرة. اللي متروات اه قبل في كانوا يجيوا ما بين خمسة عشرين دقيقة وانتي تستنى. طولنا نحكيوا على اه اكثر من حتى اكثر من ساعة. نجي نص حتى ساعة ونص وانتي تستنى في في الميترو. شكاليات كبيرة. احنا قادمين على عودة مدرسية. انهيار لمنظومة النقل اه. قادمين على البرد. البرد ولا ولا سخانة ماتا زوز كيف كيف ماتا زوز عنده مشكلية. اضافة تاني لنقطة اخرى زادة اللي هي ما انتي قلت قبليك على المديونية الكبيرة اللي اشكالية الكبرى. اه وخالي مساج نعطيه حتى رقم بالنسبة لتخونستو اللي اه المديونية اللي تخونستو وصلت داي حسب اخر ارقام الوزارة. اه وزارة النقل اللي حكيوا على الف وثمانمئة وثمانين مليون من الدينارات عام الفين واثنينة وعشرين. اه منهم متين وثلاثين مليون من الدينارات للبنوك والمزاودين مزاودين القطاعات الغيار تحديدا. انا الحقيقة كنت باش باش ناخو مثال متاع بلاد من البلدين ونقارنوا لكن زايد معنا المقارنة. باش يخول لك شوف الجابون شو عاملين شوف هالماني شو عاملين شوف فهمت. دونك المقارنة تصعب لهنا. بتنجي مش تحكي على مقارنة على خطر. هو للأسف اسامة مانيل ونسكو اللي يسمع فينا اللي في فترة من الفترات كنا حتى مانتا كمش نقارنوا شوي بالعالم العربي كنا كيما قلت انت سي سبقين كنا اه لكن تدهورت برشة الاوضاع من بعد راجعنا برشة اه بو فهمش كون يقول لك زيدا فهم دول حول العالم اللي ما فهمش مظومة نقل عمومي اساسا معناتها ما ما فهمش معناتها مكيران ومترويت لكني دولي مستحسن مانيش نحكيو على الاسوء معناتا تمشي تتحسن مش تمشي وتدهور وتتأرجح لتادي ما صورتو معناتها لي اه مثلا قريت ارتيك المبكري في في الجابون اه يحكيو على اه اسم الوزارة مش وزارة النقل ولا وزارة النقل والسياحة معناتها مربوطة ببعض على الخطر هي معناتها في الفلسفة مثلا اليابانية انه الليماج متاع البلاد هو النقل او المطابط في المطابط تلقى تلقى النقل تلقى دولي نحن من قلائل الدول في العالم اللي ما عناش اه اه ابرتاكسيات اللي هو ميش حاجة طبيعيا كتابت في مترو تلقى تاكسي فقط ما عندكش منظومة نقل معناتها ما عندكش من المطار الى البقية مناطق الجمهورية كنت نسمى مشروع كبير معناتها من المفروض راه وقائم الزيت اليوم وصار لكن ما صار منه شاين معناتها اليوم السؤال يطرح المهام اللي كنا نحكيو عليهم توا هل موجودين ارض الواقع وإلا لا وقتش بيشتخد موضوع سؤال متسأل. اه ها اه. اه اكساكتما ايا كالبخي اه خاطر ينكم نبين النقاط المهمة اليوم اي ما كانت التحكيرين مديونية وقتلي نحكيو على مديونية نحكيو على تركو متره ومش متاع خمسة ولا ستة ولا عشرة سنين. ونحكيو على تركو متر متاع عشرات عشرات السنوات اللي خليت الامر اليوصل للي احنا وصلنا له اليوم اه وقتلي تحكي على منظومة بتاع النقل وخاصة نقطة لي تحكي على اقتصاد معناته قطة لي نحكي وحنا نقطة لي نحكي على ايكونامي واقتصاد نحكي على نقل خطر لوجيستيك على خطر مهما كان مستثمر جايك من البر وإلا مستثمر جايي من الولاية في تونس بالعاصمة وماشي الولاية داخلية وإلا على الحدود أو غيره إذا ديجا النقل ما هوش مضمون وما هوش موجود حتى داخل يعني إلا نحكيه يمكن حكينا على تخونستو وإلا على بعض الولايات الكبرى وقتلي نحكيه على مدن موجودة وإلا ولايات موجودة داخل مدن داخلية وإلا حتى في الجنوب التونسي رو عندك نظام حتى التكسيات وحتى اللواجات عندهم وقت محدد يخدموا فيه ويقفوا يعني أنت عندك بعض المدن اللي ينقطع عليها شرايون النقل أبا اختير من مصاعتين متعلن شي أنت مصاعتين متعلقا إلا سيبون آخر آخر نقل تنجم تلقاه هو العنصر كنت تحكي على الاستثمار والمستثمرين والملاحظات الأولى اختر نقل من أهم الأسباب لتخليك تخون قرارات ما حاجة بسيطة جدا وذول هي الأهم بنسبة لنا هي الناس يتخدم في المؤسسات نقل بتاهم فجستما ما طوي بشيرك بشي شيك السباح كي ما يلقاش مايرك وين يرك ووقت يرك في ظروف سيئة وتعيسها جدا كي تحبو جيك ووقتي جستما كنت حبو يحترم أوقات العمل وإن شاء الله مداما قادمين احنا عودة مدرسية إن شاء الله تتوفر النقل المدرسي للصائرات لتليم دمع انت في الولايات خاطر نعرف ولي فما برش حفيلات جديدة وحفيلات مستعملة اكسري بور لارنتري ما نعرفوش هذي كنوصلو وإلى لي دايير سسري بيام عن تتوفر وزارة النقل مش نعرفو هل مي ويش الحفلة اللي من المفترض أنهم يكونوا موجودين بور أسوري لارنتري موجودين هذا هو مرسي بوكو شكرا لك مرسي الموضوع عندو علاقة بتكنولوجيا في العديد حكينا ليه أكثر علي في جسما في كل نهار خميس شكونا عندكم موعد لقيت هذي مع أحمد وفورات في بلوك باي بلوك